حال المشكلة يفتح ويغلق على تطبيقك الخاص ميسانجر اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال تقطع على طبط الإعدادات هنا ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق ثم بعدها نقوم بالنزول الأسفل نضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بالنزول البحث عن تطبيق ميسانجر في هذه النافذة الخاصة هنا في هذه النافذة نضغط على Missanger ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق في هذه النافذة الخاصة نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق ثم نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين نضغط على مسحة البيانات ثم نضغط على مسحة تخزين المؤقت ثم بعدها سوف نقوم بالذهاب لمسحة جوجل نقوم بالضغط علي تقوم بالبحث عن تطبيق Missanger اللي يظهر معك على هذا الشكل تجد هنا تحديد تضغط علي ليتم تحديد التطبيق وهل المشكلة وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو